هو باش يكون معاك صراحة التروتينات بدينا بعدد من الاخوان الصحفيين باش نتكلموا ليه بصراحة لان احنا في واحد اسميته في واحد المكان في واحد النقطة كنكون في الوسط لشرح القانون بقسمه القانوني والعلمي كذلك من ناحية التروتينات ما كنحتشي قانوني لحد الساعة واتشي واحد ما يقدر يحيد العاطفة ويدوي بالقانون نحن ناس كلهم كدوا بالعاطفة ومهنا مخصص كل العاطفة لان التروتينات علميا لا يمكنه سياقتها على الطرق العمومي بدليل ان عدد من الدول بالخارج بدأت تتخلص منها وبدأوا باقرب دولة اللي نحن هي فرنسا بدأت تتخلص منها لان خطيرة جدا علميا انها يركب فيها واحد بكتر من ثلاثين كولومتر في الساعة لاشخاص اللي يركبها كتولي لا 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 اسميته اربعات المرات الوزن دياله وبالتالي علميا نظر لعدم وجود الكورسي يعني هو السرج من الكي فراني سير بلاس أو يدير واحد المانوفر كيقدر يسقط اللور يعني الفيدباك ديال هذك الفران يسقط اللور ويطاح لا محالة يعني ما علميا ما يمكنش تقنن أصلا ونموع طارد اعطيها رادا شديدا لتقنينها لانا ما يمكنش تقنن يدير الخودة هو مغامر على الطريق العمومي هي تصوبات في الاماكن المغلوقة يتسارب الانسان في واحد الجرداء يتساربها في واحد بستان يتساربها في واحد المكان للاستجمام نعم اما باش يدخل الطريق العمومي يشرك معاه هذا والمشكل دابه هو مغامر مخالف للقانون كتلقاه اصلا ما كيوقعش الفيروج كيمشي في الانتير دي كيطلع فوق طرورات هو زيد فيه يعني تغمد العين شوية ما يمكنش ما يمكنش واحد يمشي معاك في الانتير دي تلقها معا في الانتير دي وانا كانت تكلم معه ممكن شفتو كيمشو على المسطحات ديال القرام والطوبيس جديد عود تاني وبخيشرك مع هذي بدقة يعني ما مخصص تقنن أصلا ترجمة نانسي قنقر